اشتركوا في القناة مع الطيران كل دولة في أمل أن تخرج من المشاكل اللي فيها وأن تحسن وضعها في كل مجالات الحياة والأمل هو وقود العمل أنتنا وأنتم كلنا بكبير وصغير مشهودات تتوالى مشوار سهل لا 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 لن يقلوا من عثرات بشر تلك طبيعتنا أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو قاد فاسأل نفسك واترح سين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين فاسأل فاسأل نفسك واترح سين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين ما نفعله ليس بحلم أو تنظير انظر حولك فاتذير أصبح واقعنا فتغير ما نفعله أننا ندعو لغد أفضل ألا نتشاء بل نعمل إنك في الأمرين مخير فاسأل نفسك وقت رح سين فاسأل نفسك وقت رح سين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين من أجل الآتي البشرية صار لها آلاف السنين بتحاول تطير القرون الماضية مع الثورة الصناعية بدأ في محاولات كده زي هذه مثلا بحاول يسوي زي الطير كده بالضبط ولكن محاولة فشلت محاولة أخرى زي الهليكوبتر ولكنها فشلت هذه محاولة ثالثة ألاف محاولات الفاشلة إلى أن جاء دول أورفل ويلبر رايد هنا 1903 هذه موكب للطيارة الحقيقية التي استخدموها أول طيارة بمكينة تحلق في السماء من أول واحد سيحظى بشرف أن يكون أول إنسان يطير بطيارة بموتور هم اثنين رايد بردرز أورفل ويلبر هم اقوموا بطاقة حقا؟ من سيكون الأول حقا؟ هم اقوموا بطاقة تخيل فطلع لولبر أنه هو اللي يطير حاول يطير بس تجربته ما نجحت فتاني يوم أورفل هو اللي طار نصيب وطلع أنه هو أول إنسان طار بطيارة بمكينة عندي الكود خلي شغل ده وشوف صرار دولة هذي ولا طيب إحنا هنا في منجرة إيش دخل المنجرة في الطيران وعالم الطيران؟ هذا كان أول مصنع لبوينج وطيارات بوينج في الألف وتسعمية وعشرينات كانت متصنعة من أغلبها مصنعة من الخشب تخيلوا وأخذهم سنين من التحسين والتطوير علشان يتحولوا إلى طيارات أغلبها مصنعة من الحديد عمرنا فكرنا اسم بوينج إيش معناه؟ بوينج اسم عيلة باختصار شديد يعني مؤسس هذه الشركة الضخمة هو ويليام بوينج أنا الأولى نشوف مستر بوينج أهو بوينج ويليام بوينج عيلة بوينج كانوا عيلة في تجارة اللمبغ الخشب الراجل ده لما والده توفى ورث مبلغ مرة كبير فكان عنده قرار أنه هل حسوي بالفلوس دي شيء فيد الناس وأستفيد برضو فيده استفيد ولا حصرفها بس على بذخ وعلى حياة مرفهة فقرر أنه يستثمرها في مصنع بوينج وكانت البداية وشوفوا كيف الشركات لما تستمر وتحسن بشكل مستمر كيف ممكن تتحول من ده إلى أكبر شركة مصنعة للاختراع ده اختراع طيارة شركة بوينج أكبر مبنى في العالم مساحة 400 ألف بيتر مساحة 1 مساحة 1 الخاصة الى محاولة مصحة محاولة ممتصر مpowered ملت ممتصر 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 كيف حسوم طائر يا نحن الآن كمية الاحتمام بالجودة والتستنج يسووا آلاف الاختبارات من أصغر قطعة في الطيارة إلى أكبر قطعة كلها بتعدي بكواليتي تست الجناح لدي اختبارات مرة كتير نقوم بعمل تستخدام الاختبارات نقوم بعمل كيف يختبروا إمكانية أن الجناح ينتني إلى أقصى درجة قبل الكسر نقوم بعمل تستمر بجودة سليمة لمدة تسعين سنة عجيب عجيب نعم نعم عجيب أحنا وسهلا أستاذ رشيد سعيد عز الدين مروان وسفيان انتشروا في المغرب في 42 مصنع بيصنعوا نص مليون قطعة بتتركب في 30 نوع طائرة مختلفة حول العالم تخيلوا نص مليون قطعة أحد المختصين في قطاع الطيران كان يقول لا توجد طائرة تحلق في السماء لم تصنع المغرب أحد أجزائها صناعة الطيران في المغرب هي صناعة تمتد على طول عشرين سنة الأجزاء التي يتم تصنيعها في المغرب تشمل جميع أجزاء الطائرة من محرك من أجنحة من هياكل نظم الكهرباء أرضية يعني القطعة بنتكلم على عشرات الألاف من القطعة بوينج هي شركة صحيحة أمريكية ولكن بتاخد قطع من أكتر من 35 دولة حقاً 8.7 ومعركة بوينج ومعركة بوينج ومعركة بوينج تتكلم على مئة واربعين ألف موظف مباشر في بوينج لو جمعنا بعدين الخمسة وثلاثين دولة السبلايرز اللي بورد والموردين أكتر من ألف شركة اللي بتورد بنتكلم على ملايين الوظائف عالمياً إيش رايك بس؟ جئت؟ ليش تركت قطاع السيارات وروحت لقطاع الطيران؟ فرص أكثر في إبداع مقارنة مع السيارات فالقطاع هذا له دور في توظيف شباب زيك كبير يوظفون ما يفوق 17 ألف عامل وعملة ليش بنتكلم عن الطيران كموضوح؟ له أبعاد مرة كثير من أهمها البعد الاقتصادي قطاع الطيران لوحده بوظف أكتر من 87 مليون بني آدم تقريباً عدد سكان ألمانيا الناتج المحلي قطاع الطيران إراداته أكثر من 780 مليار دولار يعني الناتج المحلي لدولة سويسرا لو قطاع الطيران كان دولة كان ترتيبه سيكون رقم 17 من ناحية الناتج المحلي يعني قطاع أكبر من اقتصاد أغلب دول العالم علشان كده الكلام عن قطاع الطيران جداً مهم وكمان أهمية وجود قطاع الطيران في الدول زي ما شفنا في المغرب توظيف عشرات الآلاف من المغاربة متوظفين في دالقطاع بوينج 4 اوه تحصلت على المغرب اوه تحصلت على المغرب اوه تحصلت تحصلت إلى معلومة مهمة دعالوا كده التيل فن الديل بتصنع في الإمارات نروح الإمارات نروح الإمارات الإمارات أنت الآن تقف أمام أكبر قطعة تصنع في الوطن العربي لطائرة تجارية وهي المثبت العمودي لطائرة البوينج 787 دريم لاين المصنع من أول ما تأسس صنع أكثر من 74 ألف قطعة توردت لبوينج وإيرباس وغيرها الطائرات هذه حاليا تحلق في السماء وفيها قطع مصنعة في الإمارات علشان نكون في أقصى درجات دقة بيتم قياس دقة في بعض الأجزاء بالليزر بيحسبوا طول والعرض والعمق لزي النقطة دي 150 نقطة فبس هذا الهيكل لازم تكون دقيقة لدرجة 0.0005 0.005 ميلي ميلي يعني أقل من الميلي أقل من الميلي ميلي 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 لو في خلل أصفار كثير خمسة يبان ومعناها في مشكلة طبعا الكاربون فايبر صناعة دقيقة جدا فلازموا شيء اسمه الغرف النظيفة يا أهلا وسهلا معتز طيب إحنا هنا في الغرفة النظيفة هذه غرف بتابع فيها درجة الحرارة والرطوبة والضغط وعداد الغبر وكذلك نغير فيها الهوى 10 مرات في الساعة عشان نقلل أو نحافظ على عدد معين من درات الغبار اللي موجود هنا تمام يا معتز تمام لأي درجة بتابعوا خمسة مايكرون مايكرون وحدة القياس الشعرة تقريبا 0.1 مليمتر والمليمتر فيها ألف مايكرون فأنت أبتو فايف في السليم ما تقدر تشوفها بالعين مجرد خمسة مايكرون في المتر المربع لازم تلبي احتياجات السوق غير كده أنت خارج السباق خارج السباق خارج السباق ما في نقاش أي خلل في الجودة في القطاع دا ير آوت لو انتبعتوش هتوقف الإنتاج من بكرة كنا داخلين نصور مع أستاذ خالد هو بيدرب الموظفين اللي بيشتغلوا في قطاع الطيران في المغرب يعني إيش هيكون فيه انترستنج إيش هيكون فيه واو يعني حنحط الله أنا كامبورغي وحيدربني وحيدربني حنقول كلمتين وحنمشي بعدين فاجأني وقل له أنت تحب الشغل دا منفجأة كذا قال لي أعشقون تعشقون أعشقون ليه من عند الله سبحان الله أعشق الطيران ومهن الطيران حاولت أعمل شيء آخر مدة سنة ما قدرتش أو رجعت شغف قلبك يعني يحب وشعريرة عجيب شرح لي طيب حاسس حتى عيونك بدا يا شغف وأنا بالنسبة لي الشغلة بس براغي يقول لي من أنبل المهن تشوف كيف نظرة الإنسان اللي عمله مسؤولية كبيرة بزاف قرنها بالدكتور يقول لي الدكتور إذا أخطأ واحد يموت أنا إذا غلط مئات للأشخاص اللي غادي يموتوا يعني مسؤولية كبيرة بزاف ولما كانش الإنسان تعشق هذا العمل هدا ما يقدرش يمشي في بي هذه فرصة لنا نبعث ميساج إيجابي علشان نقول إنه عندنا موارد عندنا عقول أنا خريج المدنس المغربي 100% حبيت الكلام ده والله إحنا فخورين بك لا والله أنا اللي فخور فيكم أنا ما بتسوي شيء ترى إذا الإبداع ما هو موجود أنا ما عندي شيء أغطية أنا مجرد مغطي إحسان موجود اللي هو حضراتكم تركيبة يكون قطعة بقطعة كل برغة حبة 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 أنا مثلا دائرة 747 فما يفوق من جوجة المليون و800 ألف برغة جوجة الملايين 2 مليون و800 ألف برغة طبعا جوج يعني زوج يعني اثنين نمر إلى المرحلة الثانية ناتب البراغي طاحت واحدة واحد المسمار طاحت من هنا تخيلوا طاحت ما مو برغي بواقب برغي طاحت قال لي هاا لازم هذا يتشال اضحط هنا عشان نعد عدد البراغي اللي هنا إنه هذا يلبقى في الأرض هنا هنا أكبر خطر في الطائرة هذا؟ هذا ممكن تسبب كارثة في الطائرة هذا مفهوم إتقان العمل مفهوم الشغف تحمل المسئولية تجد معنى أعمق وأكبر لعملك تدفع مزيين تو سمعت تسبب مشاكل بعد أو وكل الطائرات اللي أقلعت وهبطت بسلام بعد أوفيق الله بسبب جهودكم وإتقانكم لعملكم أمور الدقة وأمور الجودة هي أمور لا تنقش في صناعة الطائرات هذا هو السبب إنه هذي أأمن وسيلة نقل فالطائرات هي أأمن وسائل النقل الإحصاءات تقول أنه احتمالية الوفاء لكل مليار ميل سفر 0.07 بينما السيارة 7.28 يعني السيارة مية ضعف أخطر من الطيارة لذلك يقال أنه احتمالية الوفاء في الطريق للمطار مية ضعف احتمالية الوفاء في الطيارة نفسها والله يحمل جميع في السيارات والطيارات فبالتالي يحسبوها قالوا أنه الواحد لو سافر كل يوم لمدة 19 ألف سنة يومياً احتمال بعدها أنه تتوفى في طائرة فنضرب مثال 2017 مثلاً ف2017 مثلاً 36 مليون رحلة 4 مليار مسافر عدد سكان الصين والهند وامريكا وندونوسيا والبرازين ونيجيريا وباكستان مجتمعين سافروا هذه السنة عدد الوفيات 44 وفاء وبالتالي هي من أمن الوسائل شكر كبير جداً للأستاذ عادل وكل الموظفين في المغرب وعالمياً اللي لهم دور كبير في معدلات الأمن هذه بعد توفيق الله وحفظه إن شاء الله كل مرة الواحد يركب طيارة يشكر كل من كان لها ودور أنه هذه الطيارة معمولة بإتقان وإحسان 1933 يا أهلاً وسهلاً لو أنت إنسان كنت عايش في الألف وتسعمية وتلاتينات هذا هو الطيران هذه طيارة بوينغ 1933 إذا أنت تبقى تطير تركب طيارة هذه هي نتكلم على طيارة فيها عشرة أشخاص شايفين هذه أذى الجناح ما كانوا لسه عارفين طريقة أنه يخلوا الجناح يلصق من بره قطعة واحدة كان الكرسي حق المضيفة ما فيه مكان تجلس فيه حتى رجلها كده مائل تجلس كده وهي مضيفة واحدة للطيارة ما فيها عناصر رفاهية الطيارة واطية مكان الشنط يدوبك تحط شنط مرة صغيرة زي حق الراسك راسك تبه حتى تضرب راسك فوق فكان الموضوع ياخد مدة طويلة كان متعب وما في كان ولا شيء اسمه First Class Economy Class كل شيء جدا جدا بسيط So That's okay No please take it We're very friendly Take it seriously والله احنا برنامج صديق للبيئة If you haven't heard from him I haven't heard from him اش ربي هو وما يعني خلي الناس تكلم بالتليفون سيارة تعدي خلي واحدة تعدي عادي جدا يعني الآن موضوع الطيران في 1930ات كان فقط محصور على الأغنياء يعني مثلا من لندن إلى أستراليا الرحلة كانت تكلف في طيارة زي كده 20 ألف دولار اليوم تكلف ألفين دولار فمتكلم على عشرة أضعاف التكلفة كمان المدة تخيلوا من لندن إلى أستراليا بطيارة زي هذي كم كانت استغرق وقت كانت تاخد 11 يوم الرحلة علشان توصل من لندن إلى أستراليا وتوقف في ستة ستوبس ستة محطات احنا اليوم من لندن إلى أستراليا 22 ساعة وخلصنا وبعدين نيجي اليوم احنا نتذمر أتكلم عن نفسي أول واحد يعني من أقل شي في الطيارة تذمر أوه والله طويل الرحلة لسه حنزل في المطار وحجل الساعتين أنا جالس في كابسولة في وسط السماء بين وبين الموت حرفيا عجرة سانتي جوه جو مناسب للحياة البشرية مكان مكيف في كرسي مريح مبطن قدامي شاشة تلفزيون شابك على الإنترنت بيجيبولي أكل وإنت معلق في الهواء وبعدين أحد يجي يقول أوه لا والله الرحلة متعبة أوه طويلة أوه ما هذا يعني ما أنا أتقول شي فوق الخيال اللي حاصل فالحمد لله على نعمة الطيران يا أخي أبغى أطير هذه بتهز هي المفروض تهز أصلا ما هي سيميولات أطير؟ نحن ما حملنا الورنوفيشن ياهلا وسهلا سنة 1966 أول جهاز سيميولاتر للخطوط السعودية يدربوا فيه الطيارين جهاز المحاكاة تحسين المستمر تحسين ما يوقف اليوم أجهزة المحاكاة السيميولاترز ياهلا وسهلا أكاديمية لمير سلطان لعلوم الطيران هنا الطيارين بتدربوا عن طريق السيميولاترز هذه اللي هي أجهزة المحاكاة سين سؤال كم قيمة الجهاز ده؟ جهاز بقيمة من خمسين إلى تمانين مليون ريال الأكاديمية فيها تمانية أجهزة من دول أربعة بوينغ وأربعة إيربوس خلينا نشوف كده سريعا إيش اللي حاصل جوه هذا الجهاز هو نفس الجهاز الموجود في الطائرة موجود هنا طبق الأصل لحين الجهاز برا قاعد يتحرك أنت الآن هو بيدفعك الآن بيعطيك حاجة اسمها الكنترول لود بيعطيك الانطباع أنك يتحرك أيو أيو الله 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 ده أنا لفيت يمين إما أنت أنت وشقرتك الآن يا كابتن طبعاً الركاب جيبها من داخل من اللي تقعد يسويه لا لا بالأكسة الآن ما بسوطي ذلك كله داخل كل السيناريوهات يدخل فيه اللي هي السحابة اللي يسموها الركامية هنا ما نشايف شيء أليف أنت داخل السحابة الآن مرد سوري المسؤول أعزائي الركاب نحن حالياً في المدرج هيترو أيربورت منتجاه إلى الإقلاع بس بعد شوية أوكي ما حنقلع إحنا سرعنا بسرعة لو مثلاً واحدة من الأنجنز انحركت إيش يسوي لو صار في حريك في المكينة Felipe بلها منشستر النتيجة النهائية أن يتلع الطيارين بمستوى أعلى سلامه أعلى لطياران نريد أن نغير saw لمانتجور محمد صلاح لأنه مشهول ونرجع تاني لمطار وقول لندن هيثرو جهود مبذولة خلف الكواليس إحنا ما نعرف عنها بتأدي إلى السلامة الكبيرة الحمد لله اللي موجودة في اقتطاع الطيران بشكل عام هذا الطيار أوتماعتيكي ترون كنت قلت له إيش باب تنزل دي خلا أكي خلاص بوقت أوتو بايلت لا خلاص حال أوتو بايلت أهي تبغى مطار ليفربول تبغى مطار لندن خلينا نروب ليفربول طيب ليفربول خلينا نعلقه أعزائي ركاب قررنا أنه تحولوا الركاب نرحي فينا كبتنا أحمد هذه طيارة بوينغ 747 طاب قين ما هي طيارة حقيقية هذه موكب مجسم في مجسمات لستة طيارات مختلفة إيش دورة هذه هنا المضيفين بتدربوا على الضيافة تفاصيل كتير في داخل الطائرة كيف يتعاملوا مع الركاب كيف يقدموا الأكل كيف عملية الطبخ كل شيء بتم بشكل عملي عن طريق هذه المجسمات فنشوف بعض الأمثلة والعلينات عندنا برنامج التوب 5 اللي هو الورسول لإن شاء الله أفضل خمسة أيرلاينز في العالم هذا الهدف هذا الهدف احنا حاليا إيش؟ تقريبا الثلاثة وعشرين بفور يعني كنا تمانينات وشيء زي كده فكنا في تمانينات اليوم إحنا ثلاثة وعشرين والهدف نصير توب 5 أيرلاينز بإذن الله إحنا هنا طال عمرك بنعطيهم الجزء اللي هو يخص السيربس لدرجة الضيافة دلعة سلام أتمنى لك أقامة سعيدة في لندن إن شاء الله خلينا نشوفك نشرب قهوة مع بعض إياك أنا وصحنا غرفة القيافة القيافة كيفكم؟ قلوا كويس؟ إيش في شيء مغلوط عنكم ناس فهمها غلط تحسوا كده تبغوا توصلوا للناس إنه يا جماعة أترا إحنا قل موجودين لسلامة الراكب قبل ما يكون سيرفس أصلا أوك شرح لهيا دي إحنا نعني في الطيارة نكون اللي هو الدفاع المدينة خلني نقول الطبيب على الطيارة دعوا دعوا نعم سلام واحد سعافات الأولية سعافات الأولية ساكل ثري طيب كم حنفضلك؟ طولين ولا؟ ممكن؟ كل المضيفين بتدربوا على الـ CPR إيش كمان؟ شوكينج واحد اه اثنى ثري اثنى اثنى فتشوكينج CPR إيش كمان؟ يولدوا؟ يس أنتو تعرف وتولدوا كمان؟ طبعا أنت تعرف تولدين؟ نعرف عجيب فيه تدريب ولادنا؟ فيه تدريب فيه خطوات نوريها لهم ومع الفيديو عمرو أحد ولد في الطيارة مؤخرا؟ كان فيه في الخطوات السعودية أم لا؟ طبعا الخطوات السعودية كانت رحلة لندن سا في رحلة لندن؟ اي رحلة لندن من فين؟ أوت في ريال أوكي نوريكم مع السريح حالة ولادة صارت من أربع سنوات من جد ولدوا بنت ولا ولد كانت؟ بريادة ولدوا بريادة هبطت طائرة تابعة للخطوات السعودية مساء أمس الطراريا في مطار هيثرو في لندن بعد حالة ولادة مفاجئة لأحدى الراكبات التي ولدت على الطائرة ودحين الهبوط الطراري في الموعد تلقين ثانية من الهبوط دباسٍ الوضع الوضع لهم جميع أساق أي بنا أكانت ذا للم pied على طول. مفروض كان استنى. ممتاز وهذا الشيء اللي كثير من الركاب هيعملون. هاد اهمية موضوع فهم ارشادات السلامة. لما ما يكون الواحد مركز في ارشادات السلامة يخبص. اللي صار وانا نازل. انا ما كنت مستوعب انه اصلا هذا بوت. انا حسبت انه هذا ريل سلايدنج وحنزل في المصبح وخلاص. فانا نزلت طحت. نزلت الموية. بعدين لقيهم كلهم قاعدين ينزل وما احد قاعد ينزل الموية. لانه بوت. فما كان عندي المعلومة دي. انقذونا. الحقونا. البرنامج دا سوينا فيه اشياء كتير لأول مرة. من ضمن هذا حين اول مرة انزل بتوب عالمسبح. اول مرة اسوي لقاء بتوب مبلول. في حالة الطوارئ في ثلاثة انواع من الناس. الناس هتيجي تدفذ الاوامر او التعليمات بدقة زي ما هي. وناس ما بتفكر في الشي اللي بيتقال. فلذلك. اللي هو انا. كل ارتجالي هيكون. كويس انه صارت اللخبطة. يعني كانوا بيقولولي انشيلها في الادد. قلت لهم لا. خلوا لانه هذا هو فعلا اللي صار انا اطلخ بط. ماني فاهم شي. وفيها فايدة انه الواحد يستمع الى ارشادات السلامة لانه مو محطوطة اعتباطا. حتى مو قادر ارفع يدي. كل شي بارد. يلا ماشي. تستاهل والله. موفقين. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. البطريق. بيمشي كده لنوبردان والله. دو بي افهم البطريق اللي بيمشي كده. موضوع الطيران حلم للبشرية من يوم ما كان الانسان ماشي كده وقاعد يشوف طيور في السماء. من سبع الاف وثمانية الاف سنة. كان الانسان يمشي وشايف الطير ويقول يا اخي ابغى اطير. يعني انتم تخيلين مو بس اخترعنا طيارة تقدر تطير وتنقل الناس عبر السماء. قدرنا نخترعها ونحسنها ونجودها لدرجة اصبحت امن وسيلة نقل. امن من القطار. امن من السيارة. يعني كمية الانجاز البشري اللي ما. انا البحين كده حاس في قشعريره. ما انا يعرف. كمية. مثل اني الاول مرة استشعر كمية الانجاز البشري اللي وصلنا له. شكرا لعشرات الالاف من البشر حول الارض اللي ساهموا في اللي شايفينه ده. وفي حياتنا. الحمد لله. قالت كلام كتير ما في اقول له. ولكن هذا جزء من القرقر. حق السنة دي القررقر. مرة اناس. خلاص انهي حلقة طايران. تم ت conclude. خلاص. ننهي حلقة طايران. شحان حيضر القرقر و محسكوا. خلاص. طايران شكرا. موضوع الامن لما اتكلمت من أجل الآتي من أجل الآتي اليوم للكل يد في التغيير نحن بأنتنا وأنتم نحن بأنتنا وأنتم كلنا بكبير وصغير مشهودات تتوالى مشوار سهل لا 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 لن يقلوا من عثرات بشر تلك طبيعتنا أخطاء ستعلمنا لنحسن ما هو قاد فاسأل نفسك واترح سين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين فاسأل 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 نفسك واترح سين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين ما نفعله ليس بحلم أو تنظير انظر حولك فاتذير أصبح واقعنا فتغير ما نفعله أننا ندعو لغد أفضل ألا نتشاء بل نعمل إنك في الأمرين مخير فاسأل نفسك واترح سين سين لك رح سين سين لك رح سين فاسأل نفسك واترح سين ما دورك في التحسين ما دورك في التحسين من أجل القاتل شان حيضة لجرجل ما حسكت خلاص شكرا